النهاردة الجمعة اتنين اتنين الفين اربعة وعشرين هيحصل تعاويم ولا لا والدولار هيوصل بكام باقي عام عبدالفتاح بص قبل ما جاوبك على سؤال الموسم ده عايزك تبقى عارف حاجة مهمة جدا ان في حاجة غلط يا جماعة بتحصل وفي الفيديو ده انشو الله انا هكشفها لك البجاحة دلوقتي ما بقتش في السر لا دي بتتعمل في العلن لا ومن مين كمان من الكيان المحتلة بطفيرة هو انا وانت اه عارفين ان هم ناس بكحة وكل حاجة بس المرة دي قلبهم ميت شويتين وفي سبب وراء الكلام ده وده مش طبيع على فكرة امش بس معانا واحدة واحدة وانا هشرح لك كل حاجة لا اسمع بقى وصل التهديدات على الملأ وبكل وضوح وقدام العالم كله من مين من الكيان السهيوني لمين للجانب المصري بشكل مباشر يجي واحد بقى يقولي ايه اللي جاب القلع عند البحر يا عام عبدالفتاح ايه علاقة كل دوت وعلاقة الصاينة وفلاديلفيا والجانب العسكري يعني بشكل عام بالاقتصاد والجنيه والتعويم وهل هم فعلا متحكمين في دوت ولا لأ فركز جدا بقى في الكلام اللي جاي ده تلع بتاع سهيوني كده شبه البني ادنين بالزبط واتمنى يكون بيشوف الفيديو دوت دلوقتي يعني اسمه ايه بقى ايدي كوهين وهو كوهين على فكرة بالمناسبة يعني نزل بقى كوهينة دوت تويتا وطبعا ده ما بينزلش حاجة من دماغه لانه هو عيل سيكا يعني ومهم يعني بيقول بقى ايه في التويتا ديت اللي انا هقوله ده باللفزة محور فلاديلفيا سهيوني او الدولار بمتين جنيه تفضلوا ايه مصريين اقول لك يا لأ كوهين بنفضل ايه ما تزعلش ولا والدتك ملاش داخل بالموضوع ده ومهم ان حتة الكوهينة دي بقى ايه هو عارف كواس جدا ان انت مش تعرف تمسك الجانب المصري من الحتة العسكرية لانه هم لو فكروا بس فحنا هناخدهم تاني ورخط برليف وننكد عليهم يعني وماشي هننكد عليهم دلوقتي فمهم يعني بيعملوا ايه بقى بيحاولوا يمسكوك من ايديك اللي بتوجعك دلوقتي على وهي الجانب الاقتصادي وبدأ ايه بقى يستنزفك بمعنى الكلمة هم عارفين وقريين المشهد من بدر جدا بداية من سد النهضة الحبشي او الاسيوب يعني والحمد لله لقاك لسه وقف على رجلك فهب قلبلك الدنيا في ليبيا ايه ده برضو لسه وقف طب بقولك انا عامل لك قناة بنغوريون وههددك واضربك واحدة من اهم مصادر لعملة الصعبة عندك برضو لسه موقعتش فهب تاني حمدتي والانقلابة اللي حصل فين في السودان فيدخلك لاجئين وطبعا دول اخواتنا وعلى راسنا انا بتكلم على البعض الاقتصادي برضو لقاك لسه واقف بكرم ربنا والشعب اللي واقف في ظهرك فهب بيدغط عليك ايه بقى من قضية غزة برضو لقاك متهزدش وواقف زي الاسد فهب راح مسوح مين بقى ابو احمد على ارض الصمال ومين بربرة برعاية مين برعاية الامارات علشان يخلقك من ايه من حت القناة السويس برضو لقاك برضو موقعتش طب انا هخليلك ماما امريكا تقطع منك حتة من المعونة العسكرية وتقطع من عندك وتوصل عندك انا كسهيوني ايه ده برضو موقعتش طب ركز بقى في الحتة اللي جاية دي طب انا يا مصر كتفيرة هوقف لك دفاير وناس على ابواب البنوك والمصارف وهصطدم مصريين اللي رايحين يحولوا فلوسهم وهارض عليهم الدعف واتنين وثلاثة واربعة عن الريت او سعر البنك ويشترهم هما منهم علشان ما يخلوش دولارات تدخل عند حضرتك في القطاع المصرفي ويعمل لك فجوة دولارية ويعلي دولار السوق الموازي فهوب بالتالي يقول لي زيد بهب حديد اكل ومش عارف ايه وكله يزيد فبيحاول يعمل ايه زي ما بيقول لك كده يمسكك من حتة الاقتصادية طب قبل ما اقول لك بقى هل فيه تعويم ولا لأ وقرر البنك المركزي هيجي حد يقول لي طب يا عم عبد الفتاح هنقعب بقى نقول اصل اللي بيحصل في مصر دوت سبب بقى العلم وضفاير وهم المسئولين وإحنا اقتصادنا يعني زي الفل وبتاعها صح هنجيبها يعني على الناس ونحط شماعات هقول لك يبقى انت محتاج تكمل الفيديو دوت للاخر علشان اصحح لك وجهة النظر بتاعتك ديت كلنا متفقين ان الاوضاع الاقتصادية في مصر بقت اصعب مش هقول لك صعبة لا هي بقت اصعب لان هي كانت صعبة اصلا تمام والله اعلم اللي جاي عامل ازاي بس انا بقى مش جاي خوافك بالعكس انا جاي اشرح لك الوضع من اكتر من زاوية وفكرنا وانت بصوت عالي ونقول لبعض وتقول لي كمان شايفي حلول ممكن انت بقى عامل ازاي فترة جاية طب يا عم عبد الفتاح بعد القرار بمركزي بزيادة الفايدة 2% فيه تعويم يعني ولا لأ بص اللي هقوله ده رأي الشخص واردي بقى صح واردي يكونه غلط قولا واحدا لازم يحصل تحريك لسعر الصرف مش تعويم بمعنى ايه بمعنى ان هو هيكون تحريك مدار لسعر الصرف هيكون تدريجي يعني مش هنسيبه اللي عرضه للطلب مرة واحدة كده فتوقع ان هو هيوصل في البنك ما بين 37 ل 45 جنيه وده هيكون تدريجيا بس ها وحط تحت بس الف خط ما ينفعش يحصل الكلام اللي انا بقول عليه ده من غير حصيلة دولارية تكفل تقطية اللي احتياجات هتقول لي اه تماما انا فهم قصدك عبد الفتاح قصدك يعني بعد ما يتم الاعلانه عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي هقولك الله ينور عليك غلط ليه بقى لان لو تفتكر لو رجعت يوم 13-16 حصل اتفاق مع صندوق النقد وبعد كده حصل تحرير سعر الصرف عكس اللي حصل سنة كام 22 حصل ايه ساعتها تحرير لسعر الصرف وبعد كده اعلان الاتفاق مع الصندوق فاللي عايز اقوله لك ان هي مش مشروطة بالاعلان قبل بقى او بعد بس لو تلاحظ ان تم الغاء اعفاء الحكومة من الدرايب والمصاريف وغيره تمام وانت اكيد فهم قصد عايز اقولك ايه يعني ماشي لحد كده تمام عايز اقولك بقى معلومتين على الماشي لازم تبقى عارفهم لو انت فاهم ان زيادة الفايدة او اللي ارتفاعه في سعر الدولار يعني الدولة بتحبه تبقى انت غلطان تماما هو اعتبره دوى دمه مر جدا ولكن لابد منه وليه كمان اعراض جانبية الا وهي بقى ايه مع كل رفع واحد في المية في الفايدة البنكية ده بيكلف الموازنة تاعت الدولة ميت مليار جنيه تقريبا وكل زيادة جنيه واحد مقابل سعر صرف الدولار بيكلف الدولة حوالي مية خمسة وستين مليار دولار ايوة طب ايه برضو الحل يا عام عبدالفتاح انا عايزك بس مابدايا كده تبقى انت عارف ان والله عام عبدالفتاح زي وزيك بس بيفكر معك بس عالي تمام هو امر واقع وكلنا تحطينا فيه من غلطان مش غلطان خلاص كلنا تحطينا دلوقتي هي واحد يقول لي لأ ثانية واحدة على فكرة لا احنا في ايدينا نرفض ونطلع ونقول لا او نتكلم ونقف في الشوارع وهكذا هقول لك صلي بس كده على النبي ها وخلي حد يكبرلك في ودنك لان الكلام اللي انت بتقوله ده احنا كده بالنايل للدنيا اكتر واكتر ها وعلى فكرة هو ده اللي هم عايزين يعملوه اللي هو انتوا اصلا عندكم مشاكل تمام عندكم في مصر والبلد والاوضاع السياسية فاحنا هنزود لكم المشاكل اكتر واكتر وهنخنق عليكم كمان والشعب ينزل بقى يسور تمام والحركات دي فلو حصل بقى ده كله فبالنسبة لهم الله دي حلوة جدا ده الحمد لله فبالتفكير ده انت بتساعدهم هم مش بتساعد نفسك خالص على فكرة ولا بتساعد الشعب يعني وكده انت مش وطني ولا هتقلب بقى رقفة الهجان والكلام ده تمام ففيه اوقات معينة لازم نتأنق ونفكر في اي قرار بيتاخد وده اكتر وقت اللي احنا موجدين فيه حاليا محتاجين نتأنق كلنا في قراراتنا الحد ما نشوف ان شاء الله هيحصل ايه ونصيحة مني ان الفقير دلوقتي اللي هو معاه كاش عارف انه يطلع حد يقول لي هو احنا اصلا كلنا معناش فلوس بس يا سيد انا بقولها نصيحة دلوقتي اي كاش في ايدك حاول تتخلص منه يعني مثلا في حاجة انت مأجل شرها لا اشتريها دلوقتي حاجة مش عارف عايز تحط فيها فلوسك حطها دلوقتي تمام تحسبا طبعا لاي ارتفاع داخل علينا في النهاية ربنا يقدم يخل بلدنا يا رب شكرا لكم